يقصف التحالف العربي في اليمن فينتج الفعل المضارع في اول الجملة صورة ذهنية في ذهن المشاهد ان المستهدف اهداف عسكرية تابعة للميليشيا وقد يذهب ذهن المتفائل الى تخيل ان تلك الاهداف مخازن للصواريخ طويلة المدى التي تنسل بين الفترة والاخرى الى العمق السعودي ولكن ما ابعد الخيال عن الواقع وما اوجع هذه المقارنة فالواقع ان طائرات التحالف صبت حممها هنا وهنا هذه منازل لمدنيين عزل في منطقة كشر بمحافظة حجة شمال اليمن كان الاهالي يتحدون امكاناتهم البسيطة في البحث بين ركام القصف عن ناجين وقف القدر الى جانبهم كما فعل في حوادث مشابهة عادت الطائرات وبعد ساعات فقط الى نفس المنطقة لتكرر فعلها اللا انساني والذي يتنافى وجميع قواعد الاشتباك العسكرية المتبعة في الحروب والتي تحرم وتجرم استهداف المدنيين اذا عمل جديد يصيب مقاتلات التحالف جعلها تمر بردا وسلاما على جبهات القتال ومواقع الميليشيا وترمي بحملها على رؤوس المدنيين هذا العمل الذي اصبح مصاحبا لمعظم طلعات التحالف العربي خلال الفترة الماضية يضاعف في تركته من الدم اليمنى المسالم حدا يهدد بفقدانه لمشروعية الاخلاقية في تدخل ان كانت لا تزال موجودة وربما لا يتوقف الامر عند المشروعية الاخلاقية وحسب خصوصا مع ارتفاع منصوب الاحتقان الشعبي الذي يتنامى مع كل طعنة يتلقاها اليمنيون في ظهورهم وما اكثرها وعليه من الواضح ان التحالف يعيش ازمة عميقة في تنفيذ مهامه يسميها البعض فشلا استخباراتيا ذريعا بينما يذهب البعض الى اعتبارها عدم اكتراث ولا مبالاة بالدم المهدور وان يكن فما هو واقع ومشاهد ان كثيرا من غارات مقاتلات التحالف العربي تقع بالضد من اهدافه المعلنة بالنسبة لعادة شرعية في اليمن وبالضد من مصالحه ايضا ويساعد المتربصين به وما اكثرهم في تحميله تابعات بالتأكيد قد لا تكون محمودة